جهود التهدئة في غزة تدخل مرحلة حاسمة وتسلك مساراً غامضاً حتى الآن فبعد أيام من التعاطي الإسرائيلي الحذر مع مقترح رئيس الميكي جو بايدن جاء رد حماس عليه رد تباينت تقييماته فحماس نفسها أبدت استعداداً للتعاطي الإيجابي مع المقترح مع إضافة بعض التعديلات وأوضحت في بيان مع الجهاد أنهما سلمت ردهما على مقترح بايدن للوسطاء القطريين والمصريين وتحدثت حماس والجهاد عن استعدادهما للتعامل بشكل إيجابي مع اتفاق ينهي الحرب أما في إسرائيل فقال مسؤول في تصريح لموقع إسرائيل هيوم إن حماس رفضت الخطوط العريضة لخطة بايدن وأفاد المسؤول بأن تل أبيب تلقت رد حماس من الوسطاء وتضمن تغييراً لمعالم اقتراح بايدن الأساسية والموقف ذاته أكدته أيضاً إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن بعض المصادر مصدر مطلع على المفاوضات كشف عن طلب حماس إدخال تعديلات بوضع جدول زمني جديد لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة في الوقت نفسه نقلت وكالة رويترز عن عضو المكتب السياسي لحماس عزة رشق قوله إن رد على مقترح وقف إطلاق النار يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية ويفتح الطريقة بشكل واسع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الوسطاء أعلنت القاهرة والدوحة تسلمهما رد حماس والفصائل الفلسطينية وأكدت الخارجية المصرية مواصلة جهود الوساطة بالتعاون مع واشنطن إلى حين التوصل الاتفاق لما البيت الأبيض فقال إن الولايات المتحدة تبحث وتقيم رد حماس إلى أن يكتمل بحث تفاصيل رد حماس والموافقة على مطالبها من عدمه تصبح الفترة المقبلة بمثابة حرب تكسير العظام بين حماس وإسرائيل لا سيما أن كل طرف يضغط إلى أبعد مدى من أجل تحقيق أهم المطالب المصيرية في مستقبله